طبعا ما فيه شك انه صناعة بطل رياضي صناعة مش سهلة على الإطلاق يعني مفيش حد بيصحى من النوم كده يقول انها بقى بطل فيدخل في مسابقة وفي بطولة عالمية وياخد هذه البطول دي صناعة محتاجة تدريبات ومحتاجة معايير ومحتاجة أدوات ومتابعة قوية الصناعة دي كلها مش هتكتمل إلا لو فيه حاجة من الدعم وفيه مناخ مناسب لهذا البطل الكلام اللي بنقوله دلوقتي ليه؟ لأنه فيه إنجاز كبير حصل ليه لسكواش المصر لعبين أولياء أمور مدربين اتحاد الإنجاز ده حصل في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين واللي استضافتها مدينة بيرمنجهام الإنجليزية البطولة دي فزنا بيها أو فيها بعشر ميداليات دهب من أصل عشر نهائيات بكده نكون حققنا العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ مشاركة مصر في البطولة وده بالإضافة لعشر ميداليات تانية من ست فضيات وأربعة برونز كلام كتير عن البطولة وكواليسها كلام كتير أكتر عن صناعة بطل سكواش إزاي نقدر نطلع بطل سكواش مميز كل ده هيكون محور كلامنا النهاردة في صباح الخير يا مصر بمعا الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش بنسعد بوجودك أهلا وسهلا بحضرتك صباح خير يا فاني صباح خير على حضرتك احنا سعداء بالإنجاز الكبير يعني عشر ميداليات من أصل عشر نهائيات تحقيق علامة كاملة لأول مرة في تاريخ مشاركتنا في البطولة الحمد لله الإنجاز ده شايفوا إزاي بالمنظر ده حصل وبالذات في التوقيت ده هي يعني الموضوع إيه إن دي البطولة إنجلتير مفتوحة دي من أعرق البطولات في العالم أو أعرقها يعني يعني إحنا مثلا بنروح البطولة دي من أربعين سنة تقريبا بنكسب بنكسب مراكز كتيرة أوي الحمد لله على مدار السنين والأعوام والأجيال لكن الحياة المرة دي يعني ماشاء الله كان الولاد يعني في منتهى في أكبر حالات الرواءان إنهم يعملوا النتيجة العظيمة دي ده أنا بشوف إنه هو فيه سببين يعني أساسيا السبب الأولاني هو تواصل الأجيال الأجيال بتسلم بعضيها وبعدين نبرأتنين إن الغيرة بتاعت الأجيال يعني كل جيل رايح وعارف إن السنة اللي فاتت حصل النتائج كذا 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 فأنا عايز أحسن أنا عايز أحتفظ بالمركزة ده تحليلي الشخصي يعني إنما حقيقي الولاد بيبذلوا جهد جامد جدا أولاء أمورهم بيبذلوا مجهود خرافي وأنا بشوف الأولاء الأمور هم الأبطال الحقيقيين يعني لأنهم الحقيقة بيدوا أناية فائقة إلى جانب إنهم أسرة السكواش فيها حاجة يعني كده مخصوص أو يعني خاصة إنه الولاد لازم يبقوا بشاطرين في المدرسة وبشاطرين في السكواش دي حاجة مهمة يعني فده كل ده أنا برجعوا للأسرة والأولاء الأمور أب والأم بيعملوا جهد كبير في الاتجاهين طب هل في تواصل طيب ما بين الاتحاد وما بين أولاء الأمور؟ أه جدا جدا وخناقات مش مشكلة طالما في الآخر بنجيب ميداليات دهب مش مشكلة لا خناقات بمعنى إيه؟ بمعنى إن الأب والأم دول اللي هم بيصرفوا بيدوا وقت ويدوا كل الجهد طبعا كل واحد بيبقى غيور على ابنه يعني فبتحصل غيرة بين الولاد وبعضيها وكلهم أولادنا يعني لكن في الآخر إحنا كاتحاد بنبقى وقفين على مسافة واحدة من الولاد فما بنقدرش إن إحنا فالإشكالات دي بتحصل غضبنا عننا طبعا بس مقدور عليها يعني إحنا مش عايزينها تزيد عن كده يعني عايزينها تستمر إلى الصالح العام إن شاء الله طب خلينا نتكلم عن الإعداد ليه؟ البطولة حصل إزاي؟ كان عدد المشاركين قد إيه؟ تحت سن كام؟ كل بقى التفاصيل والله هو الإعداد السنة دي كان بياخد طريقة مش تقليدية ليه؟ لأن إحنا كل سنة متعودين نصفر باعثة على حساب الدولة السنة دي إحنا مقدرناش نصفر نتيجة الحالة الاقتصادية والارتفاع سعر العملة والحاجات ديت يعني مقدرناش بيها نوفر لكن قلنا للولاد إحنا مش هنصفر باعثة بس إحنا هنمرنكوا كويس قوي ونعمل لكم استعداد كويس قوي ونهيقل لكم الجو اللي هو يخليكم تكسبوا فيه وتحققوا النتائج كويسة فده كله كان دول الاتحاد إلى جانب إن إحنا صفرنا مندوب من الاتحاد علشان طبعا البعثة عددها كبير جدا يعني أنت بتتكلم يعني على 65 واحد ويعني الأمريكا كلها جاية حوالي 40 أو 45 فإحنا تم تقليص العدد ده اللي هو 65 نا هم بيتقدموا وإحنا بنقبل حسب الترتيب بتاع المستوى فالترتيب بيسمح لهم إنهم يسفروا طيب تواجد المدربين في الوقت ده والأهالي اللي عندهم وعي إنهم يقططعوا جزء كبير من داخلهم لتوفيروا للسفر والبطولة البطولة لها مصاريف اشتراك فيه مصاريف إقامة وإعاشة تدريب وإحنا عارفين قد إيه السكواش رياضة مكلفة كل ده حصل إزاي والإشراف من الاتحاد كانوا معامول إزاي؟ هو طبعا كل مدرب بيبقى عايز يعني يطمئن على نتيجة أولاده الأولاد اللي هم بيمرنهم فبيقدر إن هو يسافر علشان خاطر يعني يرعي الأولاد ويشرف عليهم ويشوفهم ويشوف ماتشاتهم دي حاجة بتبقى أساسية أعتقد فيه أكتر من 15 مدرب كان مرافق للبحث أعتقد يعني يعني فيه حالة من التكاتف ما بين المدربين جدا جدا ودي أعتقد بين انعكساتها على النتائج آه طبعا لا جدا أولا أولا أنت في بطولة زي دي بتقع في مشكلة ما تقدرش تحلها اللي هي إيه إن فيه اتنين مصرين بلعبوا مع بعض فاتنين مصرين بلعبوا مع بعض هيبقى فيه اتنين مدربين بيوقفوا يعني يعملوا سابورت للعيبة بتاعتهم بفيه اتنين أولياء أمور يعني القصة دي قصة إحنا متعودين عليها لكنها صعبة مش سهلة يعني هي يعني ملهاش حل لكن إحنا اتعودنا عليها ف بعد كده بيطلع بقى انت عارف ده بنظام مش خروج المغلوب بيعملوا ترتيب علشان يرتبوا الولاد من واحد الرانكينج بتاع الولاد اللي بيتاخد فبيبقى فيه مطشط طوال وقت طوال وقت طوال وقت مطشط علشان خطر يرتبوا دي ف ده في الآخر طبعا احتكاج جيد جدا ودي أنا زي ما قلت دي أعرق بطولة في العالم احنا هندقنا هنا على فكرة بنحاول نعمل البطولة بتاعتنا بطولة مصر الدولية اللي جاية تبقى في أغسطس بنحاول نعملها علشان خطر نخلي البطولة مصر الدولية هي أهم من البطولة دي طبعا ده صعب يعني هياخد وقت مننا لكن احنا بديين في الطريق ده علشان خطر يبقى بطولة مصر هي يعني هي كل الناس هايستيجي تلعب في مصر يعني ده شيء مهم جدا ان انا اقوله ان كل العالم عايز يجي يلعب في مصر يجي يلعب سكواش في مصر انه هو بيقول دلوقتي خلاص اصبحت مصر دي هي بلد سكواش في العالم صحيح ده سلاحزوا حدين يعني احنا احنا رايحين اولمبياد ان شاء الله 28 وعايزين نكسب لكن هو العالم هيبص انه الاولمبياد مش معمولة علشان خطر مصر تكسب بس لا يعني لازم يبقى فيه بلاد تانية تقدر انها تشارك في السكواش ويبقى ليها دور في السكواش ويبقى ليها ترتيب دي كلها حاجات احنا مش هنقدر ان احنا نحرم العالم منها لكن في الاول والاخر احنا عايزين انه السكواش يبقى عالمي مش يبقى مصري بس لا هو مصري هو فيه تمييز مصري احنا عايزين سيطرة مصري على لعبة عالمية خلينا نقولك طيب خلينا ناخد نقطة نقطة من كلام حدريك احنا حدريك اثرت كذا موضوع كلمت عن المدربين وازاي لما بيقى فيه لعبين مصريين الاثنين بيلعبوا قدام بعض جرت العادة في المواقف الازاي دي الكباتن او المدربين مش بيعملوا كوتشنج مش بيكاتشن على اللعبة المصريين قدام بعض خاصة لو عنده اثنين من ولاده بيلعبوا قدام بعض او كان بيحصل ده وبيحصل نوع من انواع الشد والجذب بين المدربين السنة دي كان الوضع مختلف تماما كان فيه تكاتف كبير جدا ما بين المدربين والاول مرة يمكن او من مرته القليلة ان اثنين مدربين مصريين يقفوا يعملوا كوتشنج قدام بعض والامور يتعدي سالسة وبسيطة لا ما كانتش سالسة قوي يعني لشانا نكون حقيقي هي كانت الى حد ما بس كنا بنحتويها يعني كنا بنعرف نحتويها الحمد لله لانه ايه بقى حصل اعداد نفسي كمان حصل اتفاق حصل ايه علشان نوصل لهذه المرحلة طبعا طبعا فيه اعداد نفسي وفيه اشراف من جانب الاتحاد والحقيقة معالي الوزير برضو لما لقى البعثة كبيرة بعت حد من عنده يبقى برضو مرافق للبعثة مع المرافق بتاع الاتحاد في ناس كتير بتسهل على اللاعبين الفاكرة يعني سمعت ان السيدة منافوزي كانت عملة تروح وتطمن على حال اللاعبين وتحاول تشوف ايه العقبات وتحاول تدللها مونا دي الجندي المجهول يعني حقيقية هي عندها جهد ما شاء الله وعندها معرفة بالأولاء والأمور كلهم وعندها يعني وعي الحقيقة هي يعني بتقوم محل بتحل بتحل مشاكل كتيرة جدا جدا ما حدش يعرف حلاء اللا هي كل التحية والله كل ناس بتعمل اللي عليها وبتعمل مجود اللي عليها طبعا طبعا أكيد أكيد أستاذ عاصم يعني جزء كبير جدا ومهم جدا من المشاركة الدولية في بطولة مصر الدولية اللي حتك ذكرت انها تكون شهر تمانية اللي جاي إن شاء الله الترويج لهذه البطولة والترويج بيكون عن طريق إيه عن طريق أداء العيبة المستوى اللي ظهر عليه العيبة في البطولات العالمية والله انت خدت من على لسان الحت الملحوظة دي يعني طبعا احنا الحقيقة النتائج الحمد لله اللي هي المبهرة اللي حصلت خلتني خلال التمانية واربعين ساعة اللي فاته بتلقى مكالمات من بلاد كتيرة أولهم الولايات المتحدة الأمريكية عايزين يجوا ولعبوا في البطولة وهون كونج عايزين يجوا ولعبوا في البطولة رغم 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 إن إحنا كتير قوي كنا بنتحايل عليهم يجوا علشان يجوا يتحججوا بإنه أولادهم المدارس بتاعتهم مش مناسبة ولكن المرة دي المرة دي إحنا حطينا التاريخ وطبعا أولادنا بعد النتائج الهائلة دي ابتدنا نتلقى مكالمات إنه إيه تعالوا لأ إحنا عايزين يجي دلعب عندكم هم اللي بيعرضوا هم اللي بيعرضوا ودي حاجة كويسة والحياة هي هتفدهم أكتر ما هتفدنا لكن إحنا برضو عايزين نكبر البطولة بتاعتنا يعني بطولتنا برضو إحنا نتمنى إنها في يوم الأيام تبقى زي البريتش أوبن وحسن إنما عمرها ما هتبقى زي البريتش أوبن وحسن إلا لما يجيلها الناس من كل العالم يعني ودي حاجة إحنا بنتمنىها وبنسوق لها بس نتيجة التسويق دي كانت من الولاد الصغيرين اللي عملوا نتائج دي أكتر مننا إحنا ككبار بس إحنا هنبزل الجهد اللي إحنا المفروض إن إحنا كله بيعمل عليه طبعا طبعا لكن حقيقة الأمر هو النتائج كانت لها بالدرجة الأولى وقع السحر في إنه الدول التانية تترغب في المشاركة أكيد طيب إحنا بعد ما حققنا العلامة الكاملة في بطولة بريطانيا إحنا متخيلين خطوتنا الجاية إيه علشان نقدر نحط الاتحاد قدام بقى التحديات اللي هو محطوط قدامها عشان يقدر يدلل كل العقبات في المرحلة القادمة وكمان يقدر يساعد الناس على إنها تبدل مجهود أكبر عشان المجهود يبقى يعني رايح جاي زي ما بنقول باللغة الدرجوي يصب في الآخر في مصلحة اللاعبين ومصلحة التصنيف الخاص بمصر بصي يعني أنا بعتبر إنها دي نقطة البداية مش يعني يعني اللي حصل في إنجلترا وبالنتائج دي دي ما هيش إلا إنها نقطة بداية تقدر تخلينا نفكر إزاي في المرحلة اللي جاية لأن زي ما حضرتك قلتي المرحلة الجاية فيها تحديات كبيرة جدا جدا لأنه البلاد التانية دي مش هتسيبنا في حالنا مش هتقعد تتفرج علينا وتقول المصريين بيلعبوا سكواش كويس لا نقول عايزين ييجوا ويتعلموا ويغشوا من الطريقة ويعرفوا المدربين ويسرقوا المدربين بتاعتنا يروحوا ياخدوها ويتمرى النولادهم وبعدين إحنا العالم بقى قرية صغيرة يعني ما بنقدرش إن إحنا نحوش مثلا ناس ما تسافرش ناس ما تروحش ناس ما تشتغلش ده موضوع أصبح مش هنقدر إن إحنا نسيطر عليه السيطرة اللي هي نقول لحد لا ما تسافرش لا مش هينفع المدربين بيتاخدوا من عندنا دلوقتي وبيروحوا يلعبوا ويمرنوا في البلاد التانية لكن إحنا عندنا خطط بديلة وعندنا خطط بديلة ما فيش مشكلة إن هو يحترف ويكسب برضو تجارب جديدة أو يخد تجارب جديدة لكن إحنا عندنا برضو المدربين وعندنا اللعيبة مصر ولادة في اللعبة دي ما هي أولدة بس إحنا عندنا يعني تحديدات اللي هي وقاية بس حقيقة ما فيش حد بيتهدد في اللعبة دي إلا مصر لأن العيبة المصريين مطلوبين المدربين المصريين مطلوبين كل حاجة كل عناصر المطلوبة في اللعبة من المصريين هي اللي بقول لك عايز تلعب لازم تعمل احتكاك جيب واحد مصري يلعب معاك صحيح وإحنا بديتكلم بقى عن النجوم البارزين في هذه اللعبة ما ينفعش نكون بنتكلم على السكواش وما يكونش معنا واحد من أبرز رموز هذه اللعبة المميزين كابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكواش صباح الخير عليك يا كابتن صباح الخير أهلاً og sohn صباح الخير على المشاهدين صباح الخير على صدعاتهم الكريفة وعلى الجميع يا أهلاً بحضرتك في البداية طبعاً بانبركلك علي هذا الانجاز لكن هذا الانجاز طبعاً اللي حققه ودي دجلا نصيب الأسد من الميجاليات إزاي إدرنا نصل لهذا الانجاز الكبير إزاي إدرنا نصنعه الدوافع اللي كانت عندنا في البداية عشان نصنع هذا الانجاز الكبير والله يعني في الحقيقة طبعا والحمد لله طبعا والد يجل حققه 11 مركز فضولة النهائية بس انا حابب اتكلم اكتر عن اللاعبين المصريين بشكل عام يمكن مصر حققات انجاز في البطولة دي يمكن مفيش بلد في العالم حققيته قبل كده ولا حتى منتخب المصر حقق الانجاز قبل كده ان احنا نحقق عشر مراكز مركز اول من عشر مراكز فده يمكن حاجة يمكن هتخش في التاريخ وصعب جدا على اي بلد تانية مهما حصل ومهما حصل دعم من بلاد التانية وما اعتقدش خالص ان في بلد ستحقق عشر مراكز من عشر مراكز فانا حقيقة فخور جدا بالانجاز ده وده يحسب طبعا الانجاز ده يحسب بالنفس كتير جدا يعني يحسب لزرط الشاب والرياضة لاتحاد السكواش للاندية لأولياء الامور اللي فتعب جامل جدا مع اولادهم للمدربين المصريين اللي هم لسه لازالوا موجودين في مصر ولسه بيشتغلوا بضمير فيمكن الحمد لله زي ما انتركنا فخور جدا وسعيد جدا بالانجاز بها الاحتكاك حاجة مهمة جدا يا كابتن وبتبقى مكلفة جدا اعتقد ان اللاعبين في الفترة اللي فاتت بالذات في الاكاديمية يمكن احتكوا كتير وكان في مجموعة من الجوائز اللي ساعدت انهم يعني يقدروا يحتكوا اكتر كان في تذاكر طيران كان في حاجات تساعد اكتر على الاحتكاك عشان نوصل للمستوى المشارف ده طبعا الاحتكاك عامل اساسي في رطل سواش وده يمكن اللي بيميز اللعيبة المصريين عن اللعيبة الاجانة بالبرل احنا عندنا جدوى المسابقات الحقيقة اللي اتحادل سواش حطوا بقاله سنين كتير جدا بيميز الحتة دي عن بقية الدول عندنا يمكن 15 بطولة محلية كل بطولة بيشارك فيها حوالي 1500 لعب ولعبة فيمكن ده بيزود الاحتكاك كجامل جدا للعيبة وبيديهم خبرات وبيحطهم تحت ضغط عصبي معين بحيث ان هما لما لما يسافروا بطولات دولية بيقوا فرقين جدا عن اللعيبة الأجانب وبيقوا عندهم الحتة اللي فرق عن بقية اللعيبين فدي يمكن حاجة مهمة جدا الاحتكاك الاحتكاك الخارجي برضو مهم جدا طبعا في الوقت الحالي بيصلى بدعم كبير جدا برضو طبعا زيوحيك عارفة الفرق العملة وفرق المصريف وتذاكرة بقت غالية جدا دلوقتي فما بقاش الموضوع سهل ان احنا نقدر نسافر بطولات دولية بشكل مستمر لكن زي ما بولت الكاذب المسابقات المحلي يعني بيغني عن ان احنا نسافر برها طيب داي خلينا نسألك يا كابتن كريم عن نظرة الاتحاد الدولي لهذه اللعبة في مصر عن مستوى اللعبة في مصر الحقيقة الاتحاد الدولي يعني ما بيقدرش يعمل اي حاجة او ياخد اي قرار من غير ما يرجع لمصر يعني ان مصر زي ما انتم عارفين هي البلد الرائدة في رات السكواش فاي قرار او اي حاجة لتطوير اللعبة اول بلد احنا من نتواصل معها هي مصر من خلال اتحاد المصر للسكواش فزي ما بقولك وإحنا كالتحاد دولي شايفين ان التجربة اللي بتحصل في مصر وحصلت في مصر نفسنا احنا نكررها في باقي الدول علشان نفسنا ان عندنا دول كتير جدا بتتمارس السكواش وعندهم منافسات زي اللي موجودة في مصر وعندهم ابطال زي اللي موجودين في مصر يمكن دائما بنستشير الاتحاد المصري على الخطة اللي هم بيحطوها وازاي ان هم يقدروا يساعدوا البلاد اللي لسه بتنمو في لعدة السكواش والحقيقة ما بيتأثروش عن الجزئية دي ودي حاجة طبعا مهمة جدا ان احنا بنستشير الاتحاد المصري طيب هل نقدر نقول ان فيه فرصة يقوم بها الاتحاد الدولي او لدعم الاتحاد على شرق اللعيبة تقدر تسافر اكتر وتقدر تحتك اكتر الحقيقة الاتحاد الدولي يعني نصدور انه هو يساهم في السفريات او يدور انه هو يرعى البطولات وكده نصدور الاتحاد الدولي ان احنا بننظم بطولات في بلاد جديدة بنحاول ان احنا ننشر اللعبة في بلاد جديدة لكن طبعا دور ده طبعا دور القطاع الخاص المصري ده دور مهم جدا والحقيقة فيه شركات وبنوك حاليا في مصر ونستتأخرش عن دعم الاتحاد المصري ودعم الاتحاد المصري فالحقيقة انا نفس اشوف التجارب دي تتكرر وان يبقى فيه دعم اكبر من القطاع الخاص بيجانا من طبعا الدعم الحكومي لان في اي بلد في العالم صعب جدا الاتحاد او الوزارة هي اللي تدعم الرياضة بس لازم القطاع الخاص يكون ليه دور كبير والحقيقة انا شفت الفترة الاخيرة القطاع الخاص ليه دور مهمة اوي في الرياضة عموما والاستواج بشكل خاص واتمنى الموضوع ده يزيد ان شاء الله اكيد كل شكرا لك الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي ليلة سوار شكرا جزيلا لجميع هو بيسلم على حضرتك واكيد شايفك طبعا دلوقتي ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عاصم الاستاذ كريم او كابتن كريم قال نقطة مهمة جدا انه احنا في الاتحاد الدولي عشان نطور او عشان يكون عندنا اي فكرة عايزين ننفذها بنرجع للاتحاد المصري طبيعة التواصل ما بينكو عامل ازاي بص انا هقولك على حاجة هو الحقيقة من من فترة طويلة انه السكواش المصري لوريا ده فاحنا قررنا ان احنا لازم دايما يكون عندنا حد يمثلنا في الاتحاد الدولي فالمرة دي كان اما رشحنا كابتن كريم هو نجح بتفوق كاسح يعني نتيجة طبعا انه هو رجل كان لعيب متميز جدا وهو اعتزل في وقت مناسب وبعدين هو برضو هو من ما سابش السكواش يعني هو بيشتغل في المجال السكواش بيعمل بطولات اللي هي الكبيرة بتاعت المنظمة اللاعبين المحترفين فهو السكواش هو يعني دي حياته يعني فهو من واقع ان هو نائب رئيس الاتحاد الدولي هو خلي بالك اتحاد الدولي رئيس واتنين نواب فهو مركزه كبير يسمح له انه هو يقول رأيه وخاصة اذا كان هو مصري وانه هو هو الحقيقة مش بيمثل مصر بس يعني هو بيمثل دول العالم انه هو يكبر السكواش وكان له كان له اسهامات كبيرة جدا في دخول السكواش للأولمبياد في لوس انجلوس يعني كان من الناس اللي دعمت بقوة وحضر اجتماعات وحضر مناقشات بخصوص دخول السكواش يعني دخول السكواش المعترك الأولمبي ما كانش موضوع سهل خالص يعني احنا بقالنا خمستاشر سبعتاشر سنة بنحاول امتى هتبقى لابا والمبيد وبنفشل بنفشل كالتحاد الدولي بنفشل هو يحسب لكريم انه في الفترة اللي هو نائب فيها اتحاد دولي هو الاتحاد اتحاد دولي قدر انه هو يتجاوز هذه العقبة الصعبة جدا فطبعا من واقع انه هو موجود كريم احنا بنتشاور على طول انا وهو انا كالتحاد مصري وهو كالتحاد دولي ونقط كتيرة بنختلف ونتفق فيها بس هو طبعا دعم كبير جدا للسكواش المصري وبيقدر انه هو يساعدنا في نقط كتيرة احنا ما نقدرش نتغلب عليها لوحدين اكيد خلينا نتكلم اكتر عن ايه اللي حيحصل استعدادنا كمصر للوس انجلس عشرين تمانية وعشرين ملف النشئين اللي حيحصل فيه مشاهدين احنا نستمكملين مع حضراتكم مع الاساس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش لكن بعد الفاصل لسه بنتكلم عن الانجاز اللي عملوا الفترة اللي فاتت لعبة السكواش وعايزين نتكلم اكتر كمان عن ملف السكواش في لوس انجلس عشرين تمانية وعشرين لسه بكملين كلامنا مع الاساس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش بنكمل كلامنا ونرحب بحركة من جديد اهل الوسائل بالله الحقيقة احنا مع اللي انا قلته ان المدة كان طويلة قوي ان احنا ندخل وما ننجحش وندخل وننجحش بس اول ما ننجحنا بقى ابتدينا ان نبقى عندنا رؤية تانية وعندنا استعدادات تانية لانه احنا كان عندنا جماعية عمومية من حوالي شهر وكنا عارفين ان احنا دخلنا للسكواش فجماعية عمومية قررت انها تبقى فيه لجنة منعقدة بصفة دائمة تشتغل الشغل بتاع السكواش بتاع الولمبياد بس لان احنا عندنا زحمة شغل كل يوم عندنا بطولات وعندنا مسابقات وعندنا حاجات كتيرة قوي ما يصحش ان الامور تبقى مختالطة ان الشغل اليومي يبقى مع الولمبياد فاللجنة بتاعت الولمبياد دي هتبقى فيها كفاءات يعني متميزة طبعا هيبقى فيها كابتن كاريم دارويش طبعا بصفة طنائب رئيس اتحاد الدولي وراجل فني على مستوى عالي وهنختار لها برضو بعض النوايات اللي هي الكفاءات اللي احنا محتاجينها في مرسل هذه الظروف مش هتكون زحمة قوي لكن هيكون فيها كل الكفاءات لتضمن ان احنا نكون ماشيين كويس فيها حد شاطر في المدربين شاطر في العيبة يقدر يضيف في الحتة دي هي مش لجنة يعني عشان تتحط في الجاكتة هي لجنة فيها شغل شغل كتير قوي 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 اللجنة دي هتبقى من شأنها انها بقى تنظم الدنيا خلال السنين الجاية اللي هي لغاية لوس انجلوس ان شاء الله واحنا انا متخيل ان من هنا لوس انجلوس مش فترة كبيرة يعني انا شايفهم شايفها زي كده بكرة يعني هتعمل ايه هتنظم الفئات العمرية هتعمل ايه احنا من هنا لثمانية وعشرين هيكون فيه ناس اتحركت من فئاتها العمرية اللي احنا متربعين عليه يعني بصي لو حطتلك اطار كده للفكر بتاعنا كالتحاد مبني على ان احنا نختار مثلا اربعين او خمسين لعيب ونخليهم دول هم البوتقة بتاعتنا اللي احنا دول بقى هيبقى فيهم مختلف العمار المختلف العمار دي هيبقى فيه ناس كبرت وفيه ناس لسه صغيرة وفيه ناس لسه تقدر تكمل فالقصة دي عايزنا نختار هذه المجموعة اللي هي بالعدد ده ونديهم بقى نخصصنهم مدربين من اللي هم ناس الكفاءة العالية جدا اللي هو يقدروا انهم بالاستثمار في اللاعبين بالزبط بس مش استثمار في اللاعبين بس استثمار في اللاعبين وفي المدربين لانه المدربين دلوقتي انا اكتشفت انهم اخطر بكتير من انهم يعني مطلوبين جدا انهم يسافروا فانا يعني خايف وقت ولا وقت ما لقيش العدد انا عشان زي ما عندي خطة لدعم اللاعبين ونشئين لازم يكون عندي خطة كمان لدعم المدربين فشايف ان دي الاطار بتاع الخطة احنا عندنا 40-50 لعيب وعندنا مثلا 20-25 مدرب نقدر ان احنا نقدهم بكفاءة عالية جدا علشان خطر يقدروا يوكبوا المرحلة الجاية ويقدروا يطلعوا لنا النتائج اللي احنا نفسنا فيها الاجانب فيه حاجة مهمة جدا احنا لسه لم نقف على كيفية التأهيل يعني التأهيل للأولمبياد لسه الاتحاد الدولي وانا متصل بكريم في الموضوع ده علشان خطر يديني النتائج ده كان السؤال حد اتجاوبتها عليه دلوقتي ده كان السؤال اسأله خضرتك اقولك الاستعدادات للأولمبياد هل بيكون مختلفة عن بقية البقور لسه مش عارفين بالزبط هيختاروا لنا انهي موضل علشان نقدر ان احنا يعني هل هياخدوا من افريقيا بس هل هياخدوا من العالم هل هياخدوا بالترتيب بتاع البي اس اي يعني فيه كذا حل بس احنا هم محددوش بالزبط فالتأهيل ده هيحدد لنا خطط اخرى نقدر ان احنا نعتمد عليها علشان خطر نوصل لاحسن توليفة ممكنة من ال يعني انا متأكد انهم هم هيعملوا خطط بحيث ان احنا يعني يعني ما ينفعش نستحوز على كل الميداليات يعني لازم العالم كله يبقى عنده الفرصة ان هو ينافس على الميداليات فانا ده انا تفكيري لنا يعني المحلي ممكن كريمي بقى عنده تفكيرات اخرى ما بيقوليش عليها بس لازم يقولي عليها احنا اي خطتنا بقى البديلة عشان لما يفكروا ان احنا ما نستحوز على كل الميداليات احنا بقى نعرف نعمل خطة نستحوز بها على كل الميداليات ومجموعة مدربين ومتميزين انا بس بخاف من الحاجات في حاجات مهمة جدا المجتمع المصري اكتسبها في السنوات الاخيرة اللي هي ايه ان انا عايز اعلم ابني برا انا عايز اصفر ابني برا دي حاجة حق مشروعة لكن الحقيقة انه الجامعات والمدارس برا بتستحوز على اولادنا بطريقة تخوفنا احنا لانه بيدوهم منح دراسية وبيدوهم تسهيلات انا بتمنى ان في مصر يحصل هذا النوع من التسهيلات والمنح الدراسية اللي تخليهم الولاد تخلي اولاد الامور مش محتاج يسير يحتفظوا بالولاد هنا معها معها الاخذ في الاعتبار ان انا شايف ان مستوى التعليم هنا بقى فيه جامعات هاي لا تقدر تسد وتقدر تدي نفس المستوى لكن انا الثقافة هي اللي عايزها اسيطر عليها ثقافة ان انا اسفر ابني برا عشان يتعلم برا ويرجع لي او بيرجع ليش دي مشكلة فانا مش عايز اتعرض لهذه المشكلة في الفترة اللي جاية بطريقة يعني صعبة طيب جزء من اهتمام الاطفال الصغيرين بلعبة معينة او برياضة معينة هي الجماهيرية عشان كده بنلاقي ناس كتير قوي عايز تلعب كرة قدم لشعبيتها وجماهريتها لكن ليه عندنا اهتمام كبير جدا من الاطفال ان هما يلعبوا سكواش مش توجيه من اهليهم بقدر ما هو اهتمام منهم هما اه هقولك بص الموضوع ده يعني انا اقدر اجاوب عليه بسهولة شديدة جدا وبرضو لما يكون مثلا في وقت من الاوقات كريم معاك ويعرف يقولك ان الابطال عندنا التواصل بتاع الاجيال بيخلي الابطال الكبار يعني مثلا علي فرج في النادي بتاعه تلاقيه ممكن يجيله ولد صغير كده يقوله ممكن اضرب كرتين معاك يقوله اتفضل يا حبيبي خش اه اه ممكن كان الترانيم الوليلي بتعمل كده كتنور الشربيني في اسكندرية بتعمل كده على طول فالموضوع بتاع انه النجم الكبير يقرب من الناشئ الصغير الموضوع ده موجود في قصرة السكواش بطريقة يعني تلقائية وعفوية يعني فما فيش حد يعني ما فيش يعني انا عمري ما شفت مثلا انا بروح بطولات الناشئين كلها عمري ما شفت مثلا ولد صغير او بنت صغيرة اشتكت انه مثلا كان نفسها تلعب مع مثلا نور الشربيني وهي ما كانش عندها وقت لا بيحصل وبعدين الكلام ده الكلام ده حقيقي حقيقي يعني من زمن من قديم الازل يعني انا وانا كنت بالعب وانا صغير سكواش لغاية ما اصبت يعني كان الابطال الكبار مثلا زي لارحم وكابتن برايم امين كابتن شريف عفيفي الناس دي اما كنا نطلب منها ان احنا نلعب معهم ما كانوش يتأخروا خالص يطلب تعالى بكرة تعالى بعد الدهر النهاردة يعني فهي سمة من سمات اسرة السكواش ان الكبير يساعد الصغير والصغير يطلب من الكبير ان هو يلعب معه وبيبقى على الرحمة والساعة يعني في اي وقت قدر يعني يلبيه وطلقه يعني يمكن ده اللي عمل الاستمرارية ويمكن هو ده اللي عمل الاجواء ده بالتأكيد ده بالتأكيد التواصل للاجيال والغيرة زي ما قلتلك في الاول خالص غيرة الاجيال على من بعضها انها برضو عايزة تحقق نفس الجيل اللي قابليها فدي حاجة يعني انا ببقى حسس بيها يعني كأسرة السكواش غيرت الصغيرين اللي جابوا نتيجة كويسة قوي في البطولة الاخيرة الملف بتاحهم ده حيتم التركيز عليه اكتر في الفترة القادمة بحيث ان احنا نقدر ناخد الصغيرين ده هي دي نقطة البداية اللي هنقدر نشتغل عليهم هم دول اللي حيبقوا الاسدس بتاعنا او الشيء اللي حنرتكز عليه لـ 2028 موسانجلس دي نقطة البداية لان الحقيقة النتيجة المبارئة اللي حصلت بتخلينا اما نيجي نحط الـ 40 او 50 العيب اللي احنا تكلمنا عليهم من 2 تاتا هو يبقوا النواة بتاعتهم انه الولاد دول يكونوا موجودين يعني بطريقة او باخرى انهم هيبقوا هما اللي مقصدين بانهم ان شاء الله يلعبوا في الأولمبيات لكن احنا عندنا ملف مهم جدا في اللعبة دي هو ملف النشق يمكن الاتحاد المصر السكواش عنده الاهتمام بالنشق اكتر من رياضات تانية كتير ومن ألعاب تانية كتير بص دي استراتيجية احنا تبنيناها من حوالي 16 سنة من اول انا جيت بقالي تقريبا 14-15 سنة من اول ما جيت قلت احنا استراتيجيتنا مش هتتغير احنا هنهتم بالنشقين والتطوير في الاستراتيجية لا يغيرها فالنشقين ثم النشقين ثم النشقين ده 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 استراتيجي اللي احنا ماشيين عليه الحمد لله السراتيجي ناجح جدا جدا واحنا بنتطوره بندعمه طول الوقت والحقيقة اي اي يعني على مدار السنين الوزراء اللي انا تعاملت معهم بما فيهم كلهم يعني كانوا بيدعموني في نقطة النشقين جدا يعني حتى مثلا اقربهم الدكتور اشرف اجتمع بالولاد دول قبل ما يسافروا بـ 48 ساعة فكانوا مفسوطين جدا طبعا نوع اخر من الدعم طبعا فدي حاجة الحقيقة يعني انا واخد سابورت من الدولة طول الوقت في انه النشقين ثم النشقين ثم النشقين انتو شجعتونا وطمعتونا اكتر يعني حدك قلت دلوقتي ان الانجاز اللي بنحققه في بطولة وانتو خوفتونا اكتر انتو اللي حطيتو المسئولية دي بقى واحنا مستنين منكو اكتر من كده لان زي ما حدك قلت من شوية انه البطولة اللي بنحقق فيها ميداليات بنطمع ان البطولة اللي بعدها عدد ميداليات يزيد طبعا 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 يعني احنا عندنا الخوف المطلوب اللي هو بيقلينا نقدر نشتغل اكتر ونقدر نعمل مجهود اكبر في الاتجاه الايجابي اللي احنا نحقق بيه حاجة لبلدنا ان شاء الله وتبقى مصر برضو متصدرة لسكواش طول الوقت يعني ان شاء الله دايما يعني احنا من زمان واحنا اللعبة عندنا وفي بيتنا زي ما بنقول اعتقد ان احنا ان شاء الله الفترة الجاية هنفضل نحافظ عليها واللعبة موجودة عندنا في مصر وموجود اللي بتعملوها بجد ان شاء الله تفضل مستمرة احنا سعداء بوجودك معنا الاستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري لسكواش انا متشكل جدا لدعوتكم وكل سنة وانتو طيبين وحضرتك طيب وخير شكرا جزيلا